التظاهرات والاحتجاجات في العراق اليوم تكاد أن تنهي شهرها الثاني وما زالت مطالب المتظاهرين واحدة وهي رحيل الحكومة والحكومة الآن تحاول هي والقوى السياسية التي جاءت بهذه الحكومة أن تقدم سيلاً من ما يسمونه بالإصلاحات ولكن لا يجد قبولاً أو رضاً من قبل الجماهير المحتجة لأن هناك من يعتقد إلى حد الإيمان المطلق أن هذه الحكومة قد انتهت فرصتها أو فرصة العمل مرة أخرى في الواقع السياسي لأنها وعلى مدى 16 عاماً أنتجت نظام قام على أسس واعتبارات ومعايير لم يكن يتعامل بها بالسياسة في مكان آخر من الأرض ورغم التحذيرات ورغم الصراح ورغم التظاهرات ورغم ما قيل وما كتب لكن هذه الحكومة لم تستمع والقوى السياسية المتمثلة فيها لأنهم في مرحلة من المراحل كانوا يعتقدون أنهم الأقوياء وسيبقونهم الأقوى اليوم هناك إرادة عراقية حقيقية صعبة المراس فرضت نفسها وتحدد كل الظروف وهذه المرة الأولى التي تتحول فيها التظاهرات إلى معركة حقيقية بين الثوار وبين الحكومة نتأسف أن الأمور وصلت إلى هذا المستوى وإلى مستوى المواجهة الحقيقية ونتأسف أيضا أننا أعطينا شهداء ودماء بريئة وصلت إلى الآلاف من القوات الأمنية ومن المتظاهرين ومن المحصلة هم أبناء شعب واحد الاحتجاجات في العراق هي ليست قضية داخلية فحسب إنما العالم اليوم كله ينظر إليها وينظر إليها بفخر فالتظاهرات العراقية أصبحت محركات فاعلة في المنطقة منها ولدت التظاهرات في لبنان واليوم انتقلت إلى إيران المنطقة تراقب بحذر والقوى الفاعلة والقوى الدولية والقوى الأقليمية تنظر إلى التظاهرات العراقية وما ستقول إليها القوى السياسية أخيرا قدمت رؤية إلى الحل وهذا تحدثنا عنه كثيرا في وسائل الإعلام ولكن يبدو أنها غير مرضية الحراكات والاحتجاجات والثورة تتصاعد بتنظيم لكن المؤسف أن هذه الدماء الطاهرة العراقية من الطرفين ما زالت تسيل حتى الآن فلذلك هذا يولد سؤالا العراق إلى أين في ظل ما يجري لي شكرا